شمولية معناها في التكوين ثم الاختصاص ثم النشاط اللي مش معناها في سياق رسمي التعليم اللغة الفرنسية فقط هذيك علش حبيت نسلك على يعني أهداف وبرامج ونشاطات الجامعية التونسية للمبادرات التربوية كانت عرفنا بها أستاذ هي الانتلاقة في أكتوبر يعني في مثل هذا الشهر يعني 2020 كانت انتلاقة الجامعية التونسية مبادرة التربوية مع نخبة من المدرسين في تونس وكانت أول مبادرة هي من دارين قر صغاري اللي شملت تونس وشملت الوطن العربي وكنت من المحظوظين أني نذميت وتعلمت الكثير ودين بفضل كبير يعني لهذه الجامعية لما قدمته لي ولكل أظن مدرسين في تونس وفي الوطن العربي خاصة أصبح لنشاط عربي منذ أربع سنوات والحمد لله الأسبوع العربي للبرمجة بفكرة الأستاذة المجدة المبدعة الأستاذة ويديد الرسخي الذي أصبح له يعني سيد كبير عربيا ومع الألشكو وكل الدول العربية تقريبا تشارك فيه ويواكب العصرانها من خلال ذكال استماعي والاعتماد على اللغة العربية أنت أيضا بدورك تحمينين صفة أستاذة مجددة ما معنى هذه الصفة أستاذة؟ ولو أنه فاتني مش نسألك معناها شنية المستويات الدراسية اللي يدرس فيها وفين فانا مؤسسة تربوية؟ أنا أستاذ أول بميز درجة تثنائية فرنسية أقري في المدسة الإعدادية مزر عبد الرحمن قريت أيضا في ماترو قريت في أول بداياتي في مدينة السرس من ولاية الكيف سعيدة جدا أن أذكر كل المعاهد التي مررت بها المعلم المجدد هو خيار أن تكون مختلف عن غيرك أن تكون تعمل على تغيير ما بنفسك حتى تكون معلم مجدد ويصبح له تلامب مجددين تماما مثله ففاقد الشيء لا يعطيه طبعا يجب أن تبدأ بنفسك لتمر طبعا مواكبة للعصر أنا مواكبة أيضا لما يدور حولنا في الوطن العربي في الدول العربية وفي العالم أيضا يجب أن تغير من نفسك وتصبح معلم مجدد وأنا معلم خبير مايكروسوفت لسنة الرابعة على التوالي وأيضا أدرب على مايكروسوفت منذ سنوات من خلال فريق عالمي مهارات القنة الـ 21 بالعربي حيث أجمع كل أساتذة العرب في الوطن العربي ليقدموا مهاراتهم خبرتهم فلسفتهم هذا افتراضيا على الشبكة وعلى طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح ذلك بإشراف من القتل المنظمة العربية للتربية وثقافة العلوم لا لك شواء الأسبوع العربي للبرمجة وقتش من كل سنة هذا ينتظم في بداية السنة نحن الآن بسدد نشرنا النتائج الأولية حسب الدول العربية ودائما في تونس يتم الأسبوع الأسبوع العربي لا السنة الماضية كنا في مصر وقتفدنا في الأزهر معناها على عين المكان مش افتراضين فعالية الأسبوع يلتقي يعني ننشر مثلا المسابقات وكل دولة تشارك من خلال مدارسها أبناءها التلاميذة ثم يكون التحكيم يعني الأولي للنتائج حسب الدول بعد ذلك يكون التحكيم العربي لنحصل على الفائز إن شاء الله السائنة هذه سيكون الاحتفال في الرياض في السعودية للأوائل عبر نتائج الوطن العربي في ديسمبر على ما أعتقدت في شهر ديسمبر إن شاء الله لكن بالإضافة إلى يعني التدريسة الفرنسية بالمدرسة الأعدادية بمنزل عبد الرحمن تعطينا فكرة على هل النشاطات هذه هل تتطلب أنك تكون يعني حاضرة جسديا في أماكن معينة نوادي معينة فضاءة معينة وإلا الكله افتراضيا عن طريق الجوال والحاسوب المحمول وغيرها هو هذا وذك يعني في المدرسة الأعدادية ماذا عبد الرحمن جواب جميل هذا وذك نعم إذن لدي نادي نادي البرمجة هذا سحبت نعرف ومعرفة الـ 21 ولدي تلامذة مبدعين والحمد لله نعم وحصلوا على عديد الجوائز وكنا من المتميزين في الدورة الأول الأسبوع العربي للمرمجة باسم مدرسة ماذا عبد الرحمن أيضا حصلنا على سنة مجانية من تطبيق بنسي العالمي من أمريكا لخمس أسادة من المدرسة الأعدادية سنة مجانية ابحارة ابحارة عبر تطبيق يسوى يعني ابحار بتتفق عالي جدا نعم نعم وأيضا هذه السنة هذه جيزة قيمة نعم حتى على المستوى الشخصي مش كان على المستوى النشاط الجمعيتي أعود دوما نجاحاتي نعم تثمن بنجاحات مدرستي وأبنائي نعم أيضا حصلت هذه السنة على أفضل أستاذ في العالم أنجز مجموعات على تطبيق واكلة البريطاني نعم ونشير هذا طبعا من المنصة نفسها نعم وسعطت بذلك وكرمتني جمعية تونسية للمهرة التربوية والحمد لله وأيضا اللي كنت تحصلت مع النخبة عربية كنت من بين خمسين أفضل أستاذ في العالم وأيضا كل سنة يقع تكريمي منذ فترة وقع تكريمي عبر منصات ليبيا كمن أفضل الشخصيات العربية عبر منصات أيضا مصرية كأفضل أستاذ من بين أفضل الأساب والمدرسين العرب الذين غيروا من أنفسهم بأنفسهم لأنني بالفعل يعني انتلقت من السفر لو عدت بي إلى عشر سنوات أو أثناش سنة من قبل وحضت لك يستحيل أن أكون في هذا المستوى نعم واكتسبتي هذه المهارات بمجهود شخصي وأمامنا مجموعة من الصور المجسمة لكلامك اللي حديث بقي أستاذة إن شاء الله بعد النتائج الطيبة اللي باش نحقوها بإذن الله في الأسبوع العربي للبرمجة في السعودية نستضيفك ونستضيف المتواجين والفائزين فقط لمزيد من المعلومات ها باش نستغل للجانب الافتراضي نحطه الأستاذة نادية الرياحي هادية هادية الرياحي عفوا نادية الرياحي الجماعة التنسية للمبادرات التربوية ونعرف أكثر على طبعا هذا التمييز وهذا العطاء الاستثناء شكرا